بينهم مهيب سأل الكابتن سيد نشوفه أليه ما هي علاقة كابتن سيد عبدالحفيز بالكابتن محمود الخطيب كابتن محمود الخطيب يعني يعني أنا أقول لك حاجة يوم يوم 22-11-2010 كان عندنا اجتماع كتل منصق لجنة الكرة وبعدين كابتن حسن حمدي كان هو رئيس النادي كان كابتن محمود الخطيب هو نائب الرئيس وكان عدو لجنة الكرة وكان كابتن ترسلي ما الله يرحمه وأنا أنا ما كانش ليا رأي تنفيذي ممكن يبقى فيه رأي استشاري أي طبعا وكابتن حسن دايما في بداية الكلام كده يعني كان يقول على طول في الاجتماعات ودي كانت بتخليني بيجهدني ذهنيا جدا فأول موضوعات فيحب يسمع رأي الناس فيبدأ بي فاكتشفت بعد كده من الزكاء يعني أنه هو ممكن يكون عايز يعرف عقليتك عايز يعرف طريق تفكيرك وجزء تاني أنت لسه بيبي في الإدارة فممكن تسمع رأي مثلا كابتن محمود أو كابتن طارق فتمشي مع رأيهم وخلاص فتغير وجهة نظرك ففهمت أن المعنى دايما هو دايما كان بيسألني الأول يمكن عشان كده فكان ببقى دايما محضر فهنغير الجهاز كابتن حسن قال لي رأيك إيه فأنا كان رأيي ساعتها كان كابتن حسام البدري بلغ اللعيب أنه يعني مش هيبقى موجود وكده وأن خلاص ده آخر مباراة فأنا كان رأيي الشخصي أول مرة أقولها في الإعلام فقلت كابتن هادي خشبا يكمل كان هو مدير كور فقال لا إحنا خدنا قرار أن الجهاز كله هيتغير ترشح مين فقلت له برضو عند رأيي أنا بفضل أن كابتن هادي يكمل فقال لي سيد إحنا خلاص الجهاز كله هيتغير رشح حد جديد فرشحت كابتن محمود رمضان فقال لي كابتن محمود الخطيب قال له ورأيك فقال له سيد عبد حبيس فأنا اتخذت كده يعني شوية فهو واحد من من مسلس أو ضلع من مسلس لو أنا فيه حاجة اللي هي لجنة كورلة قلت لك بقال لي سنة بشتغل اشتغلت منصك يعني فكنت باس معيني فواحد من ضلع مسلس لو أنا فيه حاجة في المستوى الإداري كويسة أكيد يبقى له جزء كبير منها يعني يعني تسألت قلت كابتن عدلي ما زقلش مع حسن أو زقل معك كابتن حسن أو كابتن سيد ما هياش انت في اللحظة دي بتزعج بس انت تتذكر الأهل وتتذكر حاجات كتير جدا كابتن سيد تذكر ان مين أول واحد تداله فرصة كمدير كورة كابتن خطير طب ازاي حزعل منه لما بقاله رؤية تانية بعد 12 سنة ما هو زي ما كان له رؤية انه أجي مكان هادي انه اللي قابليه أنا وهو هادي ما كان أسطورة وكان راجل برضو ناجع وكان له مش ضروري انك انت لما حد ياخد معك قرار انه هو مش مقتنع بيك بيأزيك أو بيظلمك هو قط انت بتبقى شايف ان عندك حاجات لسه مع متاش ممكن تبقى ظلم لكن حقيقة الأمر إذا كان هذا التصور في صالح الأهلي ولاد الأهلي الحقيقين بيرحبوا وبيشيلوا فوت الصفرة يخدموا على جي مكانهم طيب هنا في الفيديو ده يا جماعة أو في المقطع ده تلات أربع نقط في المبادئ بقى بصوا حرص النادي الأهلي وكبار النادي الأهلي على خلق الكوادر سيد عبد حفيز كلام ده من 12 سنة كان أصغر من كده ب12 سنة أو 13 سنة قاعد في وسط مين كابتن طار اسليم الله ارحمه كابتن حسن حمدي ربنا يديله صحة وطولة العمر وكابتن خطيب ربنا يشفيه وعافيه ويرجع بالسلامة فبصوا لجنة كورة تقيلة قوي حطين لاعب لسه معتازل حديثا لكن شايفين انه كادر فمبدئيا ده حرص الأهلي على تربية الكوادر رقم اتنين كابتن سيد قال لك كابتن حسن فضل يسمع ان انا اول واحد اتكلم وقال له كابتن حسن كان شايف انه لو اتكلم هو او اتكلم الكابتن خطيبة او الكابتن طارق انا صغير همشوا وراهم فبيديله فرصة اقول رأي الاول قبل ما تأثر بقى رأي الكبار عشان اعبر عن رأي بقى رحية ايه رأيك في الجهاز طيب مين يمسك قال له انا وده انكر الزاد تالي يعني سيد ما بيفضلش انه هادي يمشي لهو شايف انه هادي يكمل فقال له احنا خدنا قرار ان الجهاز كله هيمشي فلازم ان تقول ترشيح فقال لهم كابتن محمد رمضان كابتن خطيب رشح كابتن سيد فبصوا سيد نفسه يعني لرشح لبادر انه يقول مدير الكرة اللي قابله يمشي ولا ساعة انه ييجي بادرشح حد تالت ترشيحه لكابتن محمد رمضان اه بيلخص حاجات مهمة جدا اه اولا كابتن محمد رمضان واحد من اعظم وقالمع وازكى واخلص وحاجات كثيرة يعني اي حتة تحط فيها حينجح ايو لان عنده معايير شخصية مقلمة سمات ندرة ها يعني الثقافة الكروية العالية جدا عارفه وعايزه بدون ما يسمح لعواطفه انها تضلله خالص عنده زي كلر كده الهدوء والحدة في اتخاذ القرار فضغري الهدوء الحد اه كابتن السيد كور رأيه ازاي قالك انا اشتغلت معاه واحنا بنعمل الاكاديميات لما جابني مساعد لا الاول مدير اكاديميات المنصورة بعدين خدني مساعد اذا هو تقييم موضوعي الواحد اشتغل معاه اه ما فيش حد بيعمل حاجة لانه بيحب وبيكره ايوه ده دول الناس المخلصين للنادي الالة استاذ ابراهيم وده اللي انا عايز اقوله يا جماعة بسط مرار اوعوا تفتكروا ما الذي يأتي من خلال صراع لا ينجح في الاهل لا ينجح اللي بيجي احنا حتى لو كان يعني هو دلوقتي بيجي يقولك ايه وجودي في اي منصب رسمي دلوقتي يحرج بعض الاوضاع في النقاء ويخلق صراع انا مش عايز احط الضغط على حد وده حقيقة الناس من اول يوم عمل اتقارن في كل قرار بينه وبين كابتن خلت بيبه فما ينفعش يكون هو من وجه نظره ضغط على حد وهذا هذه رؤية فيها برضو العنصر مهم جدا في حب الاهلي التضحية والاهلي فوق الجميع استاذ ابراهيم يعني هو قال كلام مجاش قال محدش بيسيب الاهلي بمجرد عشان ساب منصبه قال لو انا سيبت الجهاز ما سيبتش الاهلي أنا سيبت هي كده ما حدش يقدر يبعد حد بيحب الاهلي بالمفهوم ده عن النادي الاهلي حتى لو من بيتهم أي لأنه في أي لحظة يقدر يخدم هيخدم وهيخدم الخدمة الصادقة أنا بشوف أن الكابتن سيد في هذا اللقاء قدم مجموعة من ملامح ثقافة الاهلي الصادقة وملامح كيف يكون ابن النادي الاهلي السليم شوفوا ده كلام مهم جدا من واحد من حكيم حكماء الاهلي يعني إذا كان المهندس عدلي بهذه القيمة من الخبرة والحكمة شوفوا بيقيم سيد عبد الحفيز اللي ده درس للجميع كبير وصغير في صدق وأصالة الانتماء والإخلاص والاحترام لتقاليد النادي أتمنى أنه كتير من نجوم الأهل الأدام الكبار يقفوا كتير عند كلام سيد عبد حفيز حتى وغير النجوم الله سيد وبيعتقدوا سواء اللي في جيل سيد أو اللي صغر من سيد أو حتى الكبار اللي دربوا سيد وبنسمح منهم كتير من التجاوزات في حق الآلي يشوفوا مردود الكلام المحترم عند الجمهور الكبير عمل إزاي سيد حكى حاجات يعني أولا لما تكلم مع الكابتن خالد بيبو وقال لك لا إحنا حصل بنا تلفونين ثلاثة وأنا قلت له في آخر مرة يا خالد أنا أي وقت أنت محتاجني فيه أي رأي أنت عايز تستشرني أنا في بيتي في مكتبي في أي وقت أنا قلبي مفتوح لك وبيساند وبيدعا بس كمان ذكر وقع لأنه أطرفها في رحمة الله قال لك الحاجة تيسير الهواري لما كلمه أولا الحاجة تيسير كان اللحظة الآخر معاد كان مديه لسيد ومكلمه يوميها ويقول له أنا مش هسيبك بره النادي يا ابني أنت ما ينفعش تعالي فبينهم ما عاد الساعة اثنين والضهر الحاجة تيسير توفى الساعة اثناشة ونص أو واحدة إلا يعني اتوضى ومستني صلاة الظهر وقعد يقرى قرآن وكان سيد هيجيله الساعة اثنين حصلت الوفاة وتوفاها الله لكن سيد نقل عنه في الحوار ده أنه الحاجة تيسير في واقعة مباراة خمسة وتمانين بتاعة إيقاف الستاشر لاعب حاجة تيسير بيقول له أنا كلمت الكابتن صالح درس وأنا كلمت بيقول له أنا كلمت الكابتن صالح وأنا غضبان إزاي ده يحصل ويتوقف ستاشر لاعب وخايف على الفرقة وهنلعب الزمالك والزمالك فول تيم فقال له مين معايا يا كابتن صالح قال له أيوة تيسير مين خدوا بالكم الاتنين يعني أعز الأصدقاء قال له أنا تيسير الهواري قال له أيوة يعني أنت مشجع ولا مسؤول بصوا الفصل فالحاجة تيسير بيقول ده السيد على مسؤولية المسؤول أنه لما يبق فيه واحد احنا كلنا بنحب القالي وكلنا عايزين القرار اللي يقنع نحنا لكن في النهاية في مسؤول هو اللي خد القرار لكن رد فعل الحاجة تيسير هو بيحكيها من باب أنه مأموس إزاي صالح يقولي ولا فرحان فرحان أن كابتن صالح نبيني في النهاية في مسؤول وفي مشجع وعلى فكرة قال هالي مرة وأنا بقوله الفرقة كابتن وحنسيبها كده قال لي يعني طب حضرتك اللي حتيتحاسب آخر الموسم ولا المدرب ولا أني عايز تعملي يعني فبينبعك على حاجات بالزبط هو وما كانش يقدر يعمل كل حاجة طبعا يقدر بجرة ألم بتليفون من غير ما هيعمل كل حاجة بص في حاجات في النادي الآلي ما يتحصلش غير في النادي الآلي أيوة يعني تذكر انت الواقع بتاع 85 الآلي